يستمر 2022 في فضح الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية تجاه المصريين وللأسف في مصر ما بقاش حد عارف يدافع عن حد في قضايا سياسية يا مسجون يا مطروض بالزوء من البلد سنة 22 جاي علشان تقول لينا مفيش حاجة تغيرت الناس هتموت جوا السجن وهيتقبض عليهم في المطارات ويترحلوا ولقمة العيش بقت بطلق الروح يعني لا جديد غير استمرار القهر هو ده عنوان 2022 وعشان كده مشاهدين الكرام عاوزين نروح لأخبارنا اللي بدأت الحقيقة هذا الأسبوع وهذا الشهر الأول بأول وفاة في هذا العام عام 2022 داخل مراكز الاحتجاز كما أعلنت منظمة نحن نسجل عن وفاة معتقل داخل اسم شرطة العريش بشمال سيناء طيب عنوان الخبر بيقول إيه آلة المنظمة في منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي أنها قد وثقت وفاة المعتقل الفلسطيني أنور موسى الجزار داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش يذكر أنه من مواليد محافظة شمال سيناء ويبلغ من العمر 51 عاما متزوج ولديه ستة من الأبناء اعتقلته قوات الأمن المصرية في شهر أغسطس من عام 2021 وحقق معه على ذمة القضية التي تحمل رقم ثمانمائة وثلاثة وخمسين لعام 2021 وكان يعاني من عدة أمراض زي السكر والضغط ودخل على إثرهما في غيبوبة ونظرا لتأخر إسعافه وفته المنية يوم ستاشر يناير الماضي رحم الله الشهيد أنور موسى بإذن الله ونتمنى أنه يكون في مراقبة لمراكز الاحتجاز وإذا كانت الدولة بتسعى بحق فعلا لتحسين الحالة الحقوقية وفتح تحقيق في الواقعة من قبل النيابة العامة الشيخ محمود شعبان لم تنتهي معاناته داخل السجن بعد ما تعرض لانتهاكات عدة داخل السجن دخل في إضراب عن الطعام وحاليا حلته في خطر شديد كما وثقت حالة الشيخ محمود الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طيب إيه اللي حصل؟ إيه المعلومات المتوفرة؟ في تطور خطير للحالة الصحية للدكتور محمود شعبان المدرس بجماعة الأزهر وصلت أنباء للشبكة تفيد بأنه قد شهد يوم الثلاثاء الماضي الثامن عشر من يناير من عام الفين واثنين وعشرين في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس محمولا على الأكتاف بواسطة ثلاثة من المرافقين وظهر في حالة إعياء شديدة مع فقدان الكثير من وزنه وبدأ منهكا وبدأ الإنهاك عليه أثناء عرضه على النيابة للنظر في أمر تجديد حبس احتياطية وأخبر الدكتور محمود شعبان النيابة أنه في إضراب مستمر عن الطعام حتى ينال الحرية وده بسبب ظروف الاعتقال المهينة والانتقامية المستمرة لسنوات في سجن استقبال ترى بيعاني من عدة أمراض ازدادت حدتها بسبب ظروف الاعتقال السيئة هي دي حالة الشيخ محمود حالته النهاردة ولسه محدش عرف قرار النيابة كان إيه لكن مع إضرابه على الطعام الفترة دي هيكون في خطر كبير قوي على حياته وفي النهاية تتحمل النيابة العامة والسلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وأعتقد أن اللي بيطلبه هو شيء مش من ضروب الخيال كل اللي بيطلبه أو كل اللي هو عاوزه أنه يتم تعامله معاملة محترمة إنسانية تليق بيحقه المشروع داخل السجن مش عاوزين حاجة إضافية مش عاوزين أوفر عاوزين حقوقه داخل السجن مش أكتر وطلبنا هنا في البرنامج أن ينال الشيخ محمود حرياته أو الحرية بشكل كامل وأنا أتمنى أن يتحقق ذلك قريبا وينال الحرية قريبا طيب فيه انتهاءات تانية لكن بشكل أكبر مع المعتقلين داخل سجن جمصة شديد الحراسة كان فيه استغاثة أرسلت لعدد من المنظمات الحقوقية وكل المسؤولين لإنقذهم من هذا الجحيم اللي بيتعرضوله داخل السجن واللي كمان وصفوه بأنه قتل بالمنع